اه طبعا اتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله لكل القائمين على المنتدى واخص بالشكر الشيخ الاديب الموفق يحيى الامير ابو حسين هذا الرجل المبارك الله يوفقه ويبارك فيه واشهد الله انني احبه في الله ويمكن ما قد ارأيته في حياتي يعني بعضهم يقرأ الامير الامير يظن ان كل يوم انا اجالس معها لم اره في حياتي قط ولو رأيته ربما لما عرفته يعني الا الا بقلبي يمكن يعرفه ام ان يعرفه وجه لوجه لا لكن صراحة رجل موفق ومبارك تعرفت في هذه الكوكبة على مجموعة من الفنانين سواء الفنان التشكيليين او الشعراء او المثقفين او الدكاء والله ملتقى منتدى على مستوى عالي جدا يعني ان لم يكن مثل هذا المتدى اضافة الى الفكر والى الحياة والى الادب والى الجمال فاي منتدى سيكون اضافة فلا شك انه قدم المنطقة الكثير وهناك ايضا انا اعلم الان جهود فيما يخص ايضا نشر كل ما يتعلق بانشيطة المنتدى بشكل رسمي فجزاهم الله خير شكرا لك استاذ ابراهيم شكرا لكل الموجودين شكرا للاستاذيحيا شكرا لجميع المتداخلين واسأل الله عز وجل ان يعني ان يغفر لي اي زلل او خطأ يعني غير مقصود وشكرا لكم انكم استمعتم الى هذه الكلمات التي قلتها وان شاء الله عز وجل ان تكون شاهدة لنا لا علينا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم جميعا ازاك الله خير يا استاذ ابراهيم شكرا لجميع الحاضرين فخور بكم جميعا اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا واسأل الله عز وجل ان يرفع عن بلدنا هذا البلاء وهذه الجائحة اسأل الله عز وجل ان يأتي شهر رمضان ونحن بخير وصحة وسلامة وعافية وبلدنا المملكة العربية السعودية هذا البلد العظيم يعيش في عز وسلامة ورخاء واستقرار وامن وامان والله يجمعنا دائما على الحب والجمال والاخاء والوفاء والنقاء